اهلا بكم معاين وحلقة جديدة من صفر وطبلية صادة البلد معايك وتو تمرو هاي تكون تركيز كويس جدا في الحلقة دي لان انا هحول حاجة رقيصة لحاجة بنشتريها من بره غالية جدا وهي ايه الماكارونا الرامن او النودلز بره او في الفترة الاخيرة في خلال مساء السنة الاخيرة دي انتشر جدا موضوع النودلز الكوري اللي هي بالشطة وتلاقي بقى فيديوهات الكوريين حاطين كده الطبق قدامهم وعني هم كلهم بالدمع والنار خارجة من حاجات كده غريبة بنشوفها طيب ليه انا ما حولش كيس النودلز اللي باثنين جنيه ونص او بتلاتة جنيه لكيس النودلز الكوري اللي بخمسين جنيه وفي اماكن كمان بيبيعوا بسبعين وبخمسة وسبعين جنيه المقادير سهلة جدا الفكرة كلانا انا هعمل الزيت اللي بييجي مع النودلز الكوري اللي هو بيكون فيه عسل وفيه صوية وفيه توم وفيه شطة وفيه ممكن تحطي سويت شليسوس او هطس على حسن فالفكرة ان انا عندي هنا اربع اكياس من النودلز سعرهم مكملش عشرة جنيه هعمل كمية كبيرة جدا بيه بدل ما اروح شطري اربع اكياس بنتين جنيه هعمل اربع اكياس بعشرة جنيه طيب هنعمل جابيها بما انه الموضوع يعني قالب شوية المطبخ الاسيوي هنعمل اجنحة فراغ بالصوية وفيها عسل حلوة جدا وصحر ناس فيه ناس اصلا يعني مزاجها انها تاكل اجنحة الفراغ سواء بقى معمولة على طريقة اسيوية على اي طريقة بس فيه ناس بتحب جدا الاجنحة في الفراغ بتاعوا نسمي بالله ونشوف مقادير الاجنحة الفراغ بالصوية ونشوف مقادير النودلز الكوري زي هنعملها مع بعض معينو سكيلو اجنحة فراغ مخصولة طبعا ومتنشفة كويس جدا انا كمان يعني بعمل فيها كده بالشوكة او بالسكينة فتحهاية بسيطة بحيث ان انا اضمن التسوية بنسميه في الماء عندي سوية صوص غمقة انا بفضل الغمقة لو انت عندك الوسط او الفتحة استخداميها فيش مشكلة بس انا الغمقة بتديني كمية وليلة جدا بتديني لون حلو جدا ومطعم كمان قوي معاي سكر يفضل لو عندك سكر بنية هيبقى احلب كتير معاي جنزبيل باودر او جنزبيل فرش اللي انت عايزاها انا هستخدم في الوصفة دي جنزبيل باودر وجنزبيل فرش هعمل كده مكسبل معاي توم باودر وشرايح جنزبيل فرش اهي اللي كنت بقولكوا عليها زي ما انتوا شايفينها انا مش هفرومها لاني هعمل بيها تكا كده في التسوية خبس الطعم بتاعها عصر ابيض وسمسم ابيض نايبة ده للتزيين كده في الاخر وبصل اخضر عواد او مفروم ده للتزيين تعالوا بقى ندخل على البيك بوس او النودل زكوري ازاي اعمل قصص بتاعها ويدي نتيجة زاي برا بالزبط وبقى وطلقى ان ارطلع من ودنك ومن عينك ومن كل حي عندي نودل زي مسلوقة اهو اربع اكياس جيبتهم سلقتهم فمية واحتفست بالكيس بتاعي البهارات اهو لسه ما حططوش دلوقتي هحطوا في الاخر خالص معايا بصل اخدر مفروم توم مفروم جنزبيل مفروم عصر ابيض سياسوس صلصة طماطم اختياري بس بتديني تصبط قوي اللون معايا زيت وشط وبس ما عنديش اي حاجة تان انا هبتدي الاول بالسوس بتاع النودلز عشان عايزاه المكارونة تتشرب منه وتاخد كده الطعم الحلو وما لقيش النبات المكارونة خدت لون بدون متاخد الطعم الحلو بتاع السوس تعالوا انا معايا ورقتي هبتدي اشتغل هحط شوية زيت طيب حد هقول لي يا توتا ما عنديش بصل اغضر استخدمي بصل ابيض ومش هوقف الوصف عشان بصل بس هي بتتعامل بالبصل الاغضر ممكن حد يدخل يقول لي مثلا ايه لا دي مقدرها مش كده مثلا او في مكون انتي مزوداء اعملوا الوصفة زي ما احنا نزلناها على شاشة بالزد سيبك بقى محاطينا ايه وشلنا ايه المهم ان انا في الاخر قلاقي الطعم بتاع كيس النودلز اللي بخمسين جنيه يعني لما انا اروح اشتري اربع اكياس بعاشرة جنيه اعمل كمية ولا اروح اشتري كيس بخمسة وسبعين جنيه عشان بس ان هي كوري او ان هي مثلا جاية بالشطة بتاعتها لا انا بسهل الموضوع بحيث ان انتو تقدروا تطبقوا الوصفات من غير ما الموضوع يبقى ايه يعني فيه يعني عبق مادي زي ما بنقول كده يعني احنا يعني بنحب نجرب فبالتالي ليه ما اجربش وفي نفس الوقت ما افورش في الميزانية ما لقيش ان انا دفعالي رقم عشان اجرب النودلز الكوري فاهمني انا طبعا ما اعملتش الوصفة دي الا ما اروح تشتري الكيس لان انا لازم اعرف بالزبط المكونات المكتوبة ايه لازم اشوف الطعم ذات نفسه ايه يعني مش قصة ان انا بس هفتكس الوصفة وخلاص لا لازم كمان اشوف هم حطين ايه لازم ادقها يعني ولقيت الموضوع والله ده سهل خالص يا ده الموضوع ابسط من البساطة بصوا بقى وايه دي الجنزبيل عموما المطبخ اللي هي دول شرق اسيا بتستخدم الجنزبيل مش عشان الطعم اكتر من انا هدي بس النهار شوية للنهار عندي يعني حمية جدا اكتر من ان هو يسيب اخر طعم ببقك هو طعم الجنزبيل فاهماني مش بس ان هو بيطعم الحاجة لأ هو عايز اخر طعم يفضل في بقك هو طعم الجنزبيل فعشان كده بيحطوه بيدي طعم حلو جدا اهو هقلبهم كده عندي زي ما انتم شايفين الريحة ده تتخرج عندي هنزل بايه بالشطة اهو شطة بقى يا مشط شطة ربنا يا ايه يتولانا في الشطة اللي هتحصل دي وقادي التوابل بتاعتها وهزود شوية زيت كمان خدوه بالك هو اصلا الكيس بيبقى عبارة عن الزيت ده اللي هو واخد لنكهات الكتير دي فمعليش هنستخدم كمية زيت لان يعمل كمية كبيرة ما شاء الله اهو طيب حاجات الحلوة دي تشوفوا الشطة خرج عندي مش ممكن هنزل ده كده هنا هبتدي ينزل بايه بقى ركزوا هنزل بصالصة الطماطم حاجة بسيطة قوي مثلا ايه معلقة ونص كبيرة اهو انا عايزة شوح الصالصة بتاعت الطماطم طب اللي هي عايزة شوحها عشان لما تتشوح عندي هتغمق هتديني لون حلو جدا مش بس تقصت ان انا ضيع منها مثلا طعم المادة الحفظة لأنا عايزة تديني لون غامق عشان الطعم بتاع السوس بتاعي بحلو هنزي كمان اهو تعالوا ننزل بقى ايه بالصوية وهقل ما تنزلوش كتير عشان ملاقيش الموضوع ايه اغمق مني او اهو الكيس بقل بيه جدا لانا قلتركوا عليه روح تشتريتها بخمسين جنيه ويعني وقدت مضطرة بس عشان يعني ايه اشوفهم محطين ايه او ايه المكون ايه اللي فيها شوية عسل الصص مش هتشت وفي نفس الوقت فيه سنة سكر هادي اهو وهي اهو الريحة تحفة الريحة طالع عندي حلوة جدا مش قادرة اقول لكم اهو اهو شايفين اللون بقى بتاعه نفس اللون اللي يمكن طالع عندكم في الشاشة غامق بس هو عندي فاتح شوية اهو نفس الصص اللي بييجي في الكيس بالزبط اهو ممكن بس ازود سنة سنة واحدة سغنونة خالص اهو دي اكتيري على فكرة مش هازنا تحطيها يعني مش شرط ان انت تحطيها طيب بحدة هيقول لي هو ليه ما فيش ملح وفلفل تمام عشان الصوية عندي ملحة فما ينفعش نحط ملحة عموما المطابخ اللي هي شرق اسية دور شرق اسية ما بتحطش ملحة خالص في الاكل لانه بيعتمدوا على الصوية كمكون اساسي في الوصفة فمش محتاجة ملحة هعمل ايه خلاص كده صوت عين ذي رحته بقى تحفة هروح اسمي بالله وانزل على طول بال ايه بالنودلز بتاعتي هنسمي بالله وننزل على طول اهو اهو مش عايزة بس انزلها كلها عشان ملقيش كمية ايه زادت قوي هنزل بالطلب عشان اصبت اللون ارجعوا كما كنا ايدي اهو اهو نقلب كده اهو شايفين بقى اللون عندي بتادي يزبط ازاي تحفة نشيل دي كمان حسن ديه سخنج جدا الناس هنعمل الاجناح بتاعي الفراخ اهو انا ممكن اشيلها بقى من عنار تعالوا نشيلها ان انا مش محتاجة عندي تقليب خلاص عنار وصوصة عندي تقلب فبالتالي تمام انا يعني كده حلو جدا ننزل بايه باقي المقارون مش هنزل بيها كلها انتي اهو كده ناخد دول وبس اشلهم كده وابتدي ايه اقلب هلو بقى نقلب مثلا كده بدي اهو انا طب النودلز او الكيس ده انا عملت ايه ثلاثة في مية فقط ما ضفتش اي حاجة تانية ولا زودت اي حاجة اهو بصوا بقى لون عندي عامل ازاي شايفينه اهيه هي ولا مش هيه اهو نفس اللون بتاع ايه الكيس ابو خمسة وسبعين جنيه من الكيس ابو ايه اتنين جنيه ونص اهو هديها تقليبة بس كده ازبط الدنيا مع بعض وبس خلاص وهقدمها معايتم هزبط بس التقليب بتاعها ان انا عايز معلقة تانية عشان اقلمهم مظبوط من غير ما المقارون بتاعتي تتهيه فممكن في الوقت ده ناخد فاصل على مبتدي كمان نجاهز مقاذير الاجناحة بالصيب ادخل طريقة في الدنيا فاصل بنرجع ليكو على طول من تاني رجعنا لكو بعض الفاصل ما غبناش عليكو وقدمت النوزز بتاعتي الكوري عايز اقول لكو رحيت حلوة جدا بس مشتشطة جدا 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 يعني الناس اللي غوية لطعم الحراءة والحامي هتعجبهم جدا الناس اللي ما بتستحملش ما تجربش اصلا لان الموضوع صعب تقدرينك تبدلي الشطة اللي احنا عطناها الباودر او اللي تشيلي باودر تبدليها بالبابريكا هتدي لهم بس مش تدي نفس الطعم للنودلز الاصلية يعني بس عشان نبقى ايه صرحة فالموضوع مش اطشط جدا عشان بس ايه محدش ياكلها ويقول لي يا توتا والموضوع صعب ويعني دنيا صعب الشطة كتير هنعمل دلوقتي ايه تعالوا ناخد مقادير الاجنحة دجاج بالسوية على شاشة وانا بشتغل معاكم بيها عشان نبقى عارفين المقادير عبارة عن ايه تبقى انتوا شايفين بطبق وبردو لو عايزين تصوروا المقادير من على الشاشة طيب انا عندي اجنحة الفراخ اهي بنشير البصلتين دول مش عايزين تمام ننزل دول كمان اهو ننزل دول وهتبقلهم بايه سوية سوس تمام وعندي التوم الباودر وعندي الجنزبير والسكر والزيت اهي سيخنة اهيه زي الفر يبقى انا تابلت عندي بايه جب بس حاجة كده نقلب بيها تابلت عندي بالسوية والجنزبير والسكر عندك سكر بني استخدميه ما تزوديش قوي سكر ان انا هنحط عسل في الاخر واحنا بنقدم اهو اصلا بقى ممكن تعملي التدبيلة دي مع الدبابيس يعني برضو مع الدبابيس هتبقى حلوة جدا مش لازم بس مع ايه الاجنح شايفين ريحتها هزاوب بس شوية سوية كده سوغنانين اهي وبس خلاص عندي بقى حط شوية مفيش زبدة طبعا ولا زبدة ولا سمنة الاكل ده ياما لو عندك زيت سمسم ممكن تعملي بيه برضو بيه بيكون ليه طعم حلو جدا بس مش متوفر يعني هم سعر ومش غالي لكن فاكه هم مش متوفر عند كل الناس بسهولة فعشان ما تبقيش جبتي حاجة وانتي حاسة ان هي في مكون مثلا ناقص فتقولي مش هعمل الوصفة استخدمي اي زيت انا دلوقتي هستخدم زيت دورة او عبات شمس اي زيت موجود عندك ناخد شوية زيت كده سوغنانين واجيب بقى ايه ماسك عشان امسك الفراخ ايه دي اهو شفتوا بقى يعني موضوع سهل قوي وبسيط والطعم يعني كأنك كده اخدتي لولاد وروحتي كالتو في الفوت كورت من غير مصاريف من غير ما الموضوع يبقى ايه مؤفر ايه دي اهو بنزل بالاجنحة بتاعت الفراخ طيب اللي انا جهزتها قبل هوا لان طبع لازم تاخد مدة سوى يعني هتاخد وقت مش قال من 15 ل 20 ديئة فكل لازم اجهز نسخة اللي انا عملتها قبل هوا زودت فيها شوية كمية سوية فممكن تلاقيها غمقة سنة فدي بتاعتك انت بس هي الوصفة الاصلية بتكون طالعة غمقة مش بتكون فتحة اقدر ان انا كمان لو حابين اعمل اه طبقة او قشرة خارجية للاجنحة بتاعتي اقدر ان انا اقلبهم في شوية نشا او دقيق او نشا وبيض بيضة يعني دي او دي تمام اللي انت حبانه انا ليه بعمل الخطوة دي او ليه تديتها تشويحة قبل ما اكمل تسويتها عشان ما حسش ان طعم الاجنحة بتاعتي مسلوقة انا مش عايزة انا عايزة بقول البعضة عن قصة اه الموضوع السل انا عايزة الموضوع يبقى ايه وغد تشويحة التشويحة دي هتفيدني في حاكتين في الطعم وفي اللون انا دلوقتي بحطة السكر فمحتاجة ان السكر ده اه يتكرمل يتحمر فبالتالي لما تديره تشويحة هيفرق جدا عندي في الطعم ميزة كمان ان اجنحة الفراخ مش غالية يعني اقدر ان انا اعمل وجبة غدا بكيلو او كيلو ونص اللي هي ايه اجنحة فراخ فبالتالي موضوع هيبقى برضو اقتصادي شوية الموضوع مش هيبقى اه يعني اوفر في التكلفة فبرضو دي ميزة طيب شوية بقى الحاجات الحلوة اللي عندي من التدليل ادي هرميها لا طبعا مش هرميها هروح اسمي بالله كده وانزل بقى على الحاجات دي كلها بس هيبها تتشوح عندي كويس لحد ما تبتدي تاخد لون يعني دي نزلناها اول واحدة بصوا اخدت لون ازاي بصوا اللمعة بقى فيها اهي فانو هي طارت اهي بصوا اللمعة فيها حلوة ازاي انا مسكتل والله ما هتنزل اهي اكلة سهلة جدا اقدر ان انا اعملها بصدور الفراخ اقدر ان انا اعملها اه بالدبابيس بالورات اه بالسمك اقدر اعملها بالسمك كمان بالجنبري بتبقى حلوة جدا يعني ان احنا لسه عاملين جنبري فقولت بلاش يبقوا اتنين جنبري ورا بعض عشان ايه يعني احنا نجيب جنبري كده كل فين وفين عشان ما حسش ان الموضوع يعني صعب جدا في التكلفة تعالوا بقى فاضل ايه فاضل عندي ان احنا لق سنجيب المسك التاني بقى تعالوا نبتدي نعمل ايه بقى? نقدم اكلتنا. طبعا الاكلة دي بتمشي جنبريها قوي موضوع الاسبرينج رولز وانا بنعملها لكم ان شاء الله في حلقة عشان تقدروا ان انتو تطبقوه. ناخد كده دول خلاص. اهو. عايزة بقى تزودي. السوية هتزودي وانتي عالنار. يعني وهي عالنار. ما تزوديهاش عالبارد. يعني عندي مساة حمار بقى بصوا اهيه اخدت اللون هايل. النار عندي عالية جدا لازم تبقى النار عالية بحيس ان انا ايه? ما تديش فرصة للصدوق الاجنيحة بتاعتي انها تنزل مياه ولايه في الاخر ان طعمها مش حلو. فناخد بالنا برضو ايه? عايزة بس نعالي النار. بحيس ان احنا ننجز. هقلب بقى بصوا خدت لون حلو ازاي? نروح قلبين على الناحية الثاني. هيك شايفين درجة التحميل بتاعها? عايزة تتاكل على طول. يعني هي الجناح ده ما بيتجزقش يعني ما بروحش اعطم منه. احنا بناخد الجناح كده وما تطلعش غير العظمة بعدها. اه دي اهو نقلب كده كل ده. مع بعض. السكر انا واخد او شمى ريحة كرملة السكر. فده مديني برضو او هيديني في الاخر صعم حلو جدا مختلف عن لو نزلت بيها على طول. طيب اقدر ان انا نزل العسل دلوقتي بس انا واحدة من الناس ما بحبش هزوده. في الاولة عشان اه بالعسل من الحاجة تتحبش يعني تقعد عن نار مدة طويلة. فبالتالي انا عايزة نزله في الاخر. عشان كده انا جهزت نسخة عشان تكون استوته وانزل بالعسل عليها في الاخر. اتشوحت عندي من الجنبين هبتدي انا ازودها شوية من المية المغلية اهو. بصوا المية عندي توصل لحد فين? نص الجنيه يعني عندي واصل للنص مش مغطية لان الموضوع عندي اه انا مش بسلق لحمة قطع انا بسلق اه او يعني بدخل سوى للاجنح فهي اصلا يعني مش بتاخد وقت خالص فبالتالي حبت نصها مية واروح مغطيها اهو خليها كده اهي هسيبها اول ما تغني احسب بالزرط خمساشر دقيقة هتلاقي السوس تقل هتلاقي الاجنح هستوت هتلاقي الشكل في الاخر حلو جدا استوت في الاخر هروح فتحة الغطى واروح مديها شوية العسل اه اه الابيض وشوية بصل اخدر زي اللي مفروم اللي عندي وشوية اه سمسم تمام ده بس ايه للتازين في الاخر ممكن الخطوة دي ما تعمليهاش تعمليه بس خطوة العسل ويبقى الموضوع عندي منتهي تعالوا بقى نشيل كده فاضل عندي العسل وليه كمان على الجنزبيل هحطو انا الجنزبيل يوم فوقو تحطو وانا بشواحهم في الاول في الزيت بحيث ان الزيت عندي ياخد الطعم فما فيش مشكلة هحطو دلوقتي برضو اهو اثناء بقى ما بيستوي هينزل الجنزبيل ده الطعم بتاعه انا حطى جنزبيل باودر وحطى جنزبيل شرائي يعني اللي اتنين استخدمت اللي اتنين بس هتبتدي تغلي والريحة عندي بقى تخرج الجنزبيل ده في الاخر خلص هتشليه طمام مش هتقدمي بيه لان محدش هيقطمه لانه بيكون من يعني جنزبيل الحاجات اللي طعمها حد جدا فاكيد محدش هيقطمه شليه بس طاعت التقديم وخلاص يبقى الموضوع عندي خلصان وتمام التمام نشيل بقى الحاجات دي كده اهي وهبتدي اعمل ايه اقدم بقى الاجنحة بتاعتي تعال ناخد كده بس ده ناخد كده دي لاندي هنا لحد ما ايه او هما بقى في العيدي ممكن ان انتي تحطي اااااااااااااااااااااااا setup نزليها كده في الصوية دي او دي بتاعتك انت يعني ما حطيتهم بس للتقديم بحيس ان يبقى الوجبة بتاعتي زي ما بنقولها برا او زي ما هم بيقدموها اهي هبتدي بقى طلع ايه نحط العسل تعالي نحط العسل حاجة بسيطة كده اهو كده 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 تقليبة كده بسيطة بس العسل في الاخر بيبديني جليز او بيبديني طبقة كده بتلمع حلوة جدا فبالتالي هبتدي ان انا ايه اشيل بصوا بس انا عايزة اطلع لكم واحدة بس تشوفوا لونها قبل ما بتدي حط شايفين لونها حلو زي زي ما بنقولها من بره بالزبط فكرة في التدبيلة في الكلام ده كله هيديني في الاخر نتيجة حلوة جدا هاي دي اهو نحط كده كل الحاجات دي هي طالع عندكم غمقة ده من الصوية هي عندي افتح من كده هي حتى بقاريكم صورتها على الصفحة هتلاقوا ان الموضوع افتح من كده اهو طعمها حلو جدا وسهلة مش مكلفة مش تاخد منك وقت خالص الولادة هتحبها لو انتي من الناس اللي بتحبي تاكل في الفوت كورت خلاص بقى الاكلة دي جات لحد عندك اهو ناخد كده كل الحاجات دي وبس خلاص شفتوا بقى الموضوع سهل ازاي وبسيط ما فيش اي حاجة صعبة ولا في اي حاجة يعني تستصعب دينيتي تعمليها نعمل ايه بقى تعالوا بقى نزبط عندي شوية سمسم كده حلوين وبصل الاخدر يزبط عندي اللون اهو وبس هاخد بقى شوية الفلفل دولك لحطوهم في الجنب يزبطوا معي الالوان يدوني لون حلو جدا ايدي اهو شوية الفلفل الاخدر الحامي بقى ان الموضوع عندي كله ايه مشط شط اهو شوفوا بقى يعني اهو نفس الطبقة كده اللي احنا بنتطلبه من بره لحد البيت عندك بقى قل التكلف الفكرة كلها تشتري الصوية وتجيبي الجنزبير والحاجات دي ويبقى عندك الحاجة جاهزة طيب لما لاقي عندي بصوا الموضوع بتادي ايغلي اهو اللون روعه والريحة احلى واحلى لما لاقي ان الموضوع بتادي ان هو يغلي كده كويس جدا مع بعض هروح مهدية النار لمدة ربع ساعة بصوا عندي اللون اخد ازاي اللون حلو كمان لما نزلنا المياه اهي هنا انا ما زودتش الصوية تمام فهتطلع لونها هافتح شوية اللي انا عم اتقب لها وزودت فيها الصوية اللي بحب طعم الصوية جدا فاختياري عايز حط الصوية قليل حطي عايز حطي الغامق او كمية كبيرة حطي انا هدي النار ونبقى خلصنا الوصفة النهاردة تعالو كده نشوف سريعا عملنا ايه مع بعض عملنا النودل زكوري بالتكة بتاعة الزيت بطريقة سهلة جيدة انو بسيطة مش ايه حاجة صعبة وعملنا كمان الاجنحة الفراغ بالصوية وادنها كده جليس في الاخرى حسر بديتني طعم حلو جدا اهو هنقل الحاجة يا قصة السبعين اهو يلا بقى هادي اهو كده حكتي تعالو كده ايه لانقل ده يتقيلة اوي اهو وبس كده شوية الفلسي صفرة سهلة جدا وبسيطة مفهاش اي حاجة صعبة هستنى ان شاء الله ان انتو اه تطبقوا الوصفات وتبعتولي على صفحتي مات بكتوطة مراد عايزة اقولوكم ان فينا الطبقة مبارحة الوصفة بتاعة التوست بالكرامل وطالع شكله حلو جدا ان شاء الله هنعرض خلال الاسبوع ده او جاي باذن الله كل الصور بتاعة التطبيقات وما تنسوش تبعتولي تطبيقاتكم على صفحتي في رسائل للصفحة اللي بارد عليكو وبنلغي واي حاجة انتو عايزين نعملها ان شاء الله يبعتولي وانعملها باذن الله مع بعض تعالوا بقى اخد فاصل سراجة ده ونرجع على طول لفقراتنا التطبيقات كلنا مهما كان سنينة كبيرة او صغير مفيش حد ما بيحلمش ببشرة صافية زي بشرة الاطفال ما يكونش فيها شوائي ما يكونش فيها قطوب تعبيرية ما يكونش فيها جفاف سواء صيف او شتاء على فكرة موضوعه مش بس في الشتاء البشرة الجافة بتفضل جافة طول فصول السنة طول الوقت بنسمع عن وصفات كتير طبعا طبعية وبنروح نجرب ونجيب وصفات منها على النت عشان توحد لون البشرة تقل التجعيد والكلام ده بيكون انتي مش عارفة المدار بتاعته او عارفة النتيجة ممكن تمشي معيك ممكن ما تمشيش وفي الاخر لو ما نفعتش بتضر مش بس الموضوع بيفضل الحالة زي مهي كريم بينكي يقدر يحل اي مشكلة في البشرة ويديها نظارة والحيوية المطلوبة من غير اي اثار جانبية هنعرف كل ده من خلال دكتور دينا ابو الصعود عن الفوائد الكتير الموجودة في كريم بينكي اراحب طبعا بديها الاوليزك يا دكتور طبعا الناس كلها بتبقى عايزة بشرتها دي يقولك انا عايزة بشريتي في خلال اسبوع وانا عارفة كلمة دي وانا واحدة من الناس كنت بقولها بشريتي في خلال اسبوع ما يكونش فيها ولا خطوط تعبيرية وتبقى صافية جدا ما يكونش فيها جفاف وتبقى زي ما بنقوله حط عليها فلتر ايوه طبعا ده هيتحقق مع كريم بينكي لكن مش في اسبوع مش في اسبوع عشان برضو ايه الناس تبقى فهمة الموضوع لازم نزبر عن نتيجة وما فيش حاجة في العالم كريم احطه النهاردة اصحى منه ملاقي بشريتي باي يقول التجايد بتختفي مع الفلر اون دا سبوت اوكي والبوتوكس بعدها باسبوع بتشوف النتيجة لكن كريم بيخفي التجايد اون دا سبوت مفيش يعني مفيش اي حاجة واحنا مش عايزون يروحوا بقى يلجأوا اه بزبط للبوتوكس والفلر والكلام ده هزين نعالج الموضوع كده بسهر احناين بزبط من غير اتجاه طبعا لعيدات التجميل طبعا كريم بينكي الاقمن والاصلح والاكفأ لاخفاء الخطوط التعبيرية البسيطة الخطوط التعبيرية العميقة او التجايد العميقة وعايزين نشالها تماما بنحقن بس طبعا قصة الحقن يا توتا لازم نبقى عارفين كويس او الدكتور اللي هيحقن لنا طبعا المادة اللي بتتحقن ايه لان بيبقى فيه نسبة موضوع الحقيقة بقى والحاجات الكتير دي بتبقى بنشوف يعني على النت كوارث كوارث بزبط وبيبقى فيه نسبة اخطاء طبعا لكن كريم بينكي لو مش عايزين نلجأ لده كريم بينكي بيحسن الخطوط العميقة بنسبة 60% الفكرة في الترتيب انا لو بشرتي مترطبة طبعا ولا هيجيلي خطوط تعبيرية عميقة ولا سطحية ولا اي حاجة يبقى الفكرة في الوقاية ازاي انا ااخر جدا جدا علامات التقادم في السن وااخر جدا جدا زهور التجعيد ان انا لازم طول الوقت وش يبقى في ترتيب طول الوقت انا محتفزة بالمحتوى المائي ازاي ده بيتحقق بكريم بينكي كريم بينكي فيه مواد ترتيب عالية جدا زي اول حاجة فيتامين سي كلنا عايفين فيتامين سي قد ايه بيرطب وقد ايه بيحفز على انتاج الجولوجين عشان بيطلع ليش خطوط تعبيرية هرتب وحافظ على نسبة الجولوجين نسبة الجولوجين كلنا بتنقص من سن 25 اوتوماتيك وممكن تنقص من قبل كده لو انا تعرضت للشمس في سنه صغير ومحطتش كريم بينكي فانا ازاي اقدر احافظ على انتاج الجولوجين او نسبة الجولوجين وازاي اقدر احافظ على الترتيب فيتامين سي بيعمل الاتنين دول عندي بقى الترتيب زبدة شيا زبدة كاكاو وعندي لحاق السفصاف لحاق السفصاف من اهم المكونات الطبيعية النباتية اللي بتعمل ترتيب وداخل لحاق السفصاف التأشير التأشير ده مهم قوي شايفة ان مش بس تفتيح وانا بيواحد لون البشرة شايفة ان هو يعني ملم بكل مشاكل البشرة اي حد عنده مشكلة هلاقي بيها حال تفتيح بقع البقع للوش الهالات السوداء البقع بقى نتجعا اصار حب شباب شمس كلف حمل تغييرات هرمونية بتعمل بقع للست كل الحاجات دي بدناقدر نستخدم كريمبينكي البقع اللي في الجسم هنقدر نستخدم كريمبينكي دايما بيسأله على موضوع ان هل اقدر استخدم كريمبينكي على بقية مناطق الجسم مش بس البشرة فطبعا عادي جدا يدروا يستخدمون على اي مناطقة فيها مشكلة المكونات اللي داخل كريمبينكي اللي بتزاعد على التفتيح عارق السوس مستخلص عارق السوس مستخلص التوت البري ومستخلص السليسين عندي كمان حاجة مهمة اوي داخل كريمبينكي مستخلص الشاي الاخضر مادة مهمة اوي كمضاد للأكسادة كنا انا عارفين الشاي الاخضر بس عشان التخصيص ايوة اه ولما ناكل أكل تقيلة بالضبط يمكن دي جديدة للناس انه هو كمان ليه علاقة بانه بيفيد البشرة عموما مش الوش انتي اكسدنت لازق انا بشرته بتتأكسد على طول من الشمس وفيه ستات كتير مدخنات بتتأكسد عدم شرب الميا بتأكسد الارهاق بأكسد بعض يعني السترس طبعا يعني مش بأكسد كل ده فانا لازم استخدم منتج كل مدادات اكسادة فانا عندي الشاي الاخضر مدادة للأكسادة وزي ما قلت ان احنا بنشربه عشان نخس هو قريدي حارق للدهون الزيادة يعني البشرة الدهنية تقولك لا 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 انا بحط اي نوع كريم بشرتي بينطر حبوب قد كده فكل الستات اصحاب البشرة الدهنية لاستخدمة كريم بينك لقيت بعد فترة ما بقاش فيه حبوب لان الحبوب دي نتيجة افراز السيبم الدهون الزيادة عاملك بلاكس سدت المسامات طلعت لحبوب فمستخلص الشاي الاخضر بيعمل ده ويسيب الدهون وزيوت البشرة محتاجها يعني بيشيل الدهون الزيادة اللي هي سبب ان تلاقي حد صغير جدا ممكن من 18 سنة بتلاقي والشهة كله مليان حبوب ولو ما تعالجتش صح بتسيب بعد كده بتسيب اصر بتسيب اصر جامد قوي وطبعا كريم بينك يبيقضي تماما على اصار هذه الحبوب واصار حب الشهة حلو جدا يعني انا شايفة ان هي تفتيح وان لون البشرة يكون موحد وترتيب وطبعا المكونات الكتيرة الموجودة تقدروا انتوا وانتوا قاعدين كده تعملوا السرش عليها على جوجل تشوفوا كل مكونات فوائده ايه يعني الكريم كله مكونات طبيعية مفيش اي مرافع كنيائي دور البشرة طبعا طبعيا كريم بينكي مناسب لكل انواع البشرة كريم بينكي مناسب لجميع الاعمار عندنا حجمين منه الحجم الميت ملي والحجم الخمسين ملي اسعاره حلوة اوى اوي بنتكلم عن طريق الرقم اللي ظهرها اعرف السعر ونعمل الاوردر طب يقول لي طب يا دكتورة دينا استخدم مثلا كريم بينكي ازاي؟ استخدم صابونة ايه؟ اه انا رسا كنت هقول دلوقتي على المنتجات الكتيرة الموجودة مش بس كريم بينكي لا فيه منتجات كتير تبع شركة ميرتي هتشوفوا صورتها على الشاشة عشان تاخدوا افضل نتيجة يعني انا لما استخدم مكونات او ااخد البكتج كده كاملة بالمنتجات الكتيرة اللي موجودة من شركة ميرتي هتلاقي نتيجة أفضل وأفضل دي سابونة السودة دي الفحم دي فحم الفحم عموماً أي حاجة فيها فحم حلو جيد مضاد للسموم طبعاً الفحم دي مناسبة لجميع نواع البشرة عندي كمان بالطام المغربي أصحاب البشرة الدونية تاخدو هنا بقى نحدد نوع البشرة في السابونة عندي دي أعتقد بالعسل والشوفان دي تحفة وعندي بزيت جنين الأمح اللي بشرته حساسة قوي وجفة قوي يعمل أردر بزيت جنين الأمح الست اللي عايزة بشرتها تتفتح أكتر تعمل أردر بالصابونة اللي فيها الفحمة أعتقد الفحمة دي جميع نوع البشرة التفتيح بقى عندنا صابونة بالتوت البري والعرق السوس دي أكسترا هيدريشن عندنا خمس أنواع الخمسة مليانين زيت زاتون طحفة زيت زاتون لترتيبه مليانين فيتامين E عندنا لوشنز كمان في بادي سبلاش في حاجة كتير إذا دخلتوا على الصفحة الخاصة بكريم بينكي هتلاقوا منتجات كتيرة جدا موجودة وهتلاقوا كل حاجة الصورة بالشرح بكل حاجة تقدرون أنتم تعرفوها طبع رقام التليفونات دي أساسي يدرون يطلب المنتج الكول سنتر عندي شاطر جدا جدا هيقدر يشرح كل المنتج صورة برضو أهية دكتور عندنا على الشاشة ده بالكوكنت بالزيت حالو ناسة اللي بتحب ريحة جزل هند دي هيحبوها قوي ده الكبير ده بالفانيليا اللي بيحبو الشوكري الكبير ده الشاور كريم يعني قدر استحمى بيه الحلوة فين هو كريم الجل حلو جدا هنا اللوشنز برضو بالفانيليا والبلوبيري والعنبر والكوكنت يعني كل حد لي زوء معين بالزبط أو في الريحة اللي بيحبها بالزبط بالزبط عندنا بادي سبلاش اللي هو الفريشنس الحلوة في بادي سبلاش بتاع شركة ميرتي نكتي دي داري تحطي دايريكت على الجرد ما بيلاهجش آه يمكنك تكتره مباشرة على الجسم مش فوق الهدوم لأنه مليان كاموميل وجليسرين وفيتامين فترتيب طوح ترتيب في كل حتة فدي حاجة حلوة جدا اللي هم يلاقوا نتيجة حلوة وياخدوا الباكتج كاملة قوي نقول اللي هم حابينه أو اللي هم محتاجينه صحيح السعر حلوة جدا أنا عارفة أنتوا دايما بتسألوني على الصفحة الأسعار وناس كتير طبعا جربتوا بتبعاتلي تقولي النتائج وطبعا بيتواصلوا مع صفحة الفيسبوك الخاصة بفينكي وأرقام تليف نكت معكو على الشاشة عشان تقدروا تطلبوا على طول وتعرفوا إيه المناسب ليكو تقدروا أن أنتوا تطلبوه السعر حلو جدا إن شاء الله تعرفوه لما تتواصلوا مع الأرقام نورتين يا دكتور نورتين يا دكتور إن شاء الله لنا حلقة جاية كتير مع بعض وتفيدي الناس أكتر وأكتر بالمتاجات الكتيرة الحلوة إن شاء الله يا حبيبت ألبتسلمي نورتيني وإن شاء الله لنا حلقة جاية إن شاء الله يروح ألبتسلمي كلنا في الصيف ما محبش أبدا النوع في المطبق وبنستسهل دايما الأكل اللي من برة والمكارونا والبيتزا والفراخ المقرمشة والحاجات الحلوة دي ده غير أن النوع ده من الأكل بيدي يا حساس بالانبساط يعني تتكل كده اللي ساندويتش أو البيتزاية وتحس إن كده مودك اتضبط بعد ما مودك يتضبط على طول بنحس بالذنب ونقول أنا إيه اللي خلاني أكله وإيه اللي خلاني أطلب وإيه اللي خلاني أدبها كده زي ما بنقول بشرب شاي أخضرة أو أهوة خضرة إنه معارفينهم بيعالوا الحرق وبيساعدوا في التخصيص طيب أعالج المشكلة دي زي إن أنا أدري أكل بدون حرمان بدون تقنيب ضمير بدون أشرب كوباية الشاي عشان أحس إن هي هتداوي اللي حصل كل ده هنقدر نحلو عن طريق منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل بتسعى دايما إنها ستاعد في إنقاص وزن أي حد بيعاني من الزيادة يعني أي حد عنده زيادة وزن هيقدر إن هو يلاقي كورس مناسب لحالته بدون حرمان بدون أي أثار جانبية وده لأن هدف منظومة دعاء سهيل هي مصر بلا سمنة يعني فيه شعور كده شباب أصحاء ومصر بلا سمنة هنعرف أكتر مكوناته فوايد الكورسات اللي بتقدمها المنظومة من خلال الدكتور خالد أحمد غزالي تشاري نفاتات طبية الممثل لمنظومة خبيرة التغذية دكتور دعاء سهيل إزاك يا دكتور إزاك يا دكتور أخبار حضرتك منورني والله ربنا يبارك فيك ربنا يخليك الصيف والأكل والناس دايما بتفضل تطلب من بره لأن الجوة بيكون حر جدا فمنبقاش مزاجنا جايبنا نحن ندخل نطبخ الأكل العادي اللي يمكن سعراته تكون رحمة شوية فبنطلب من بره يعني تريفنا تشغالها على طور سواء بقى كريب ببيتزا الحاجات اللي هي بتفتح النفس بزيادة دي ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان يعني عايزة أن أنا آكل من غير محس بحرمان من غير محد يديني ورقة وفي نفس الوقت أخيس يعني هي معادلة صعبة شوية بس أكيد أكيد هنقدر نوصل لحل يرضي الناس طيب بسم الله الرحمن الرحيم أولا وكلسان طيبين خلاص بأموسم الآيات عدة والآخر وطلعين بقى من غاين ما قولكش يا دكتور بالضبط كلنا نخلي بالنا إيه دي إحنا المنظومة عندنا فيها حاجة مهمة جدا إحنا بنقول إن يا جماعة إحنا عايزة خلي الناس دي تعيش حياة كويسة مش تخس بس لا ده أنا عايزة خسسها وساعدها في التخلص من الأمراض لبعض الأمراض المزمنة اللي بتبقى موجودة عندها أو أقيها بإذن الله من الأمراض اللي ممكن تجلها حلو اتفقنا كلنا والعالم كل ما اتفق إن السمنة بوابة لحوالي 70 مرض أقلهم السكر النوع التاني وأختارهم بعض أنواع السرطانات أقلهم أقلهم اللي هو أصلا لو حد جال السكر ده بيخاف بالضبط والبيته والولاده والأهله ولكل الناس لأننا السكر عارفين مضاعفاته تبتدي بال إنه مثلا بيبتدي يتعالج منه أو يزبطه حتى كمعلومة عامة يا جماعة اللي عنده سكر وظبطه ده ما يمنعش إن الأثار الجانبية للمرض السكر هتكون عنده هتجيله يعني خدي بالك بقى النقطة دي مهمة جدا يعني مثلا مثلا سين من الناس كان عنده سكره ارتفع وابتدى يحتاج إنه ياخد حاجات ليه علاج السكر أدوية لعلاج السكر عن طريق الفم هنا بنتكلم عن النوع التاني حال الأدوية زبطت السكر بتاعه كان بقى 120-80-120-80 مصبوط جدا بس هل لما تزبط كده السكر بتاعه كويس الأعراض الجانبية التهاب الأطراف العصبية الأطراف العصاب الأطرافية الضعف الجنسي العيون أمراض العيون والمية البيضة راح منه هيروحوا منه مدام زبط السكر مش هيروحوا لأ بيبقى معرض ليهم برضه لما بقول إحنا بناخد الكورسات عشان تحافظ على نسبة السكر أو مستوى السكر في الدم يبقى إنا بنتكلم عن فايدة كبيرة جدا سواء لمريد السمنة أو سواء لمريد ده لو حد بالفعل عنده لو ما عندوش لو مش مريد سكر حتى لو مريد سكر ده مشكلة كبيرة جدا كويس طب أنا دلوقتي عايز أقل نفسي من السكر طبعا عندي وزن زيادة وما جديش سكر إحنا قلنا ده السمنة ماركر كده تحمل علامة للأمراض الأمراض تبقى معدية آه ده يمسك على طول يمسك خش على ده على طول هي كده نظام فلما أجي أقول مثلا إحنا بندي حاجة زي خلاصة حبوب القهوة الخضر أنا بقول خلاصة حبوب القهوة الخضر مش الكيس الباكة اللي احنا بنروح نفضيف كوباية أو الشاي الأخضر هي الفكرة إنه هو مركز جدا فمفعوله أخطر بكتير من كوباية اللي احنا بناخدها هنغسل بيها ايه دميرنا دميرنا كما بنقول لا ده هو الجرعة المزبوطة للتأثير المطلوب الجرعة المطلوبة للتأثير المطلوب يعني إيه الجرعة المزبوطة الجرعة اللي هتعمل للأتي هتعمل إيه بقى هتفيف فعله أول حاجة هتعمل حاجة في اللي احنا عارفين للقهوة الخضر بنشربها أو القهوة بتشرب علشان القهوة زيء الخضر أو المحمصة اللي احنا بنشربها البن دي اللي هي القهوة التركي دي فيها حاجة اسمها أول حاجة فيها الكافيين الكافيين ما بتأثرش أوه بالدرجة حتى حميص يعني بده ما وجود هنا وموجودة زي ما هو موجود في الشاي الأخضر وموجود في الشاي اللي هو العادي بتاعنا الأسود ده طيب أنا دلوقتي فيه حاجة مهمة جدا عندي الكافيين مهمة جدا والفلافونويدز وحاجة مادة تانية اسمها الفلافونويدز مهمة جدا علشان تعمل حاجة اسمها اللي هو بتخلي الحر بدون مجهود الثيرموجينيسيس يعني احرق وانا قعد هتش يقول لي انزلي تمشي بالزبط بتزوير الحر الداخلي مظبوط كده بس الجرعة تكون مظبوطة الجرعة دي موجودة عندنا سواء خلاصت الشاي الأخضر او خلاصت حبوب القهوة الخضرة حبوب القهوة الخضرة ان انا بركز عليها النهاردة ليه علشان حبوب القهوة الخضرة بتنظم السكر في الدم دي رقم واحد بقى يعني احنا نركز اوي في النقطة دي انا اقول لك يعني ايه السكر في الدم يتزبط ده ما بيني يجي نزبط السكر في الدم اقول لهم حضرتك انت بدك لحلويت انا دايما اقول يا جماعة بطلوا سكر بطلوا سكر بطله سكر اللي عايز كرشو يخس يبطل حلويات هظن يوصفه ببلاش لو حد وزنه زيادة في منطقة البطن سواء رجال أو سيدات لا يا دكتور كتير يا دكتور يعني هو حلويات يبطل سكر يقللها على قد ما يقدر من غير ضايت تاني حاجة يبطل ميغازية يبطل عصاير لا ما حلش مقا يبطل يا دكتور هي الفكرة ان هو الموضوع بالعقل يعني ما جيش انا ما سنقول انا همنع سكريات في تاولا لا لا تاني حاجة الكولورجينك أسد اللي موجود بقى المادة اللي بقى الفعالة اللي بتتميز بها القهوة الخضرة خلاصة حبوب القهوة الخضرة بيه حاجة اسمها الكولورجينك أسد ده عمض من الأحمود بتاع بيعمل ايه بقى بينظم السكر في الدم موضوع تنظيم السكر في الدم ده سدقيني من أعظم الحاجات اللي ممكن نلاقيها في التخصيص أول حاجة بيمنع حاجة اسمها الإنسولين ريزيستنس يعني ايه مقاومة الجسم للإنسولين فبالتالي بيريح البنكرياس يخليه يضبط البنكرياس يفرز كمية الإنسولين المطلوبة التابعية تاني حاجة أقولنا الكولسترول مرتبط بالسكر كولسترول مرتبط بالسكر يعني دين معلومة ينكي الناس كتير ما تعرفها لا لا ده هي العملية كلها مرتبطة ببعض كده سالنا بقنا فاهمين دلوقات يا دكتور أنا بحاول بقادر الإمكان أفاهم الناس إحنا بنعمل معهم بصورة بسيطة بصورة بسيطة طيب أنا دلوقات لما بقلل السكر بقلل المتصاص السكر يبقى إذن بقلل تكون الدهون بخسس البطن بخسس الجسم طيب وأنا بعمل حاجات تانية طيب أنا أخلي لك بزود لك الحرق وانت قاعد يبقى إذن أنا بخسسك الحرق شغال الحرق شغال وانت قاعد وانت قاعد هينسب الناس اللي وزناها كبير ما تقدرش تمشي أو تمارس رياضة بالزبط كده تمارس رياضة ومش قادرة تمشي وبتحرق وهي قاعدة طب تالت حاجة بقى والمهمة جدا عند الناس حبا يبنى وماتش هي عالية اللي هما ما بقدرش يمسكوا نفسهم بقول لهم قهوة الخضرة بتسد النفس اه إحنا عايدين حاجة تسد نفسنا يا دكتور يعني عايدين حاجة أب أنا مش باكل بالزبط كده ودماغي ما بتفكرش في الأكل يعني أنا راضية داخليا إن أنا مش جعينة في حاجة مالية الدنيا جوا فأنا راضية جدا ما عنديش مش كده لا إحنا بقولنا ما فيش حرمانة عندنا في الكورسات عندنا في المنظومة ما بنقولش حد احرمك من حاجة علشان كده دايما نقول إحنا بنده حاجة نباتات طبيعية مية في المية معلقش أي إضافات بتقلل الشهية أو بتقفل الشهية أو بتجبح الشهية تاني حاجة بتديلك مادة مادة ملقة اللي هي عبارة عن الأليف كويس بتديلك بعد كده حاجة بتزود الحرق الداخلي زي القهوة الخضرة أو بتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم زي دي أنا أقولك على حاجة كمان مهمة قوي القهوة حبوب القهوة الخضرة أو خلاصة حبوب القهوة الخضرة عندنا ده فيها فيتامين سي حلو جدا طب فيتامين سي ده بيفيدنا في إيه هو كل ما بنتكلم نقول فيتامين سي أول حاجة بيرفع من مناعة عارفين طبعا كده تاني حاجة يعني مدد للشيخوخة آه لهي علامات تقدم العمر ده بدور رجال أو السيدات على فكرة مش سيدات بس طبعا يعني رجالة ورشين كخها اللي بيركز أوه في حتة إن أنا بشرتي ما يبانش عليها ستين أو ما يبانش عليها إن هي تتقدم في العمر إحنا كستان دلوقتي ده مؤخرا لكن في الطبيعي دايما نثبت بقى محافظة جدا عن نقطة طب ما أسيبك من الانتي ايجين خلاص عشان ما نختلفش طبعا في حد مش عايز الأوعية الدموية بتاعته سليمة كلنا عايزين الأوعية الدموية سليم القلب سليم اللي كانت أكسدنت كان مضادات الأكسادة الفيتامين سي ده معروف من مضادات الأكسادة القوية جدا يعني هو دكتور الكورس فيه مش بس تخسيس أو مش بس حر لأ خالص إحنا ما نفكرش دي النقطة دي نقطة سوري في الكلمة اللي أنا بفكر بس إن كنت تتخسي بس يبقى سوري في الكلمة جاهل لأ أنا عايزك تخسي وتبقى صحياتك كويسة عايز صحياتك تبقى كويسة وما يجيكيش أمراض السمنة عايز صحياتك كويسة وما يحصلش تسخوط للشعر ما يحصلش كرمشة في الوش ما يحصلش الضعف والهزال الفوزعين دول الاكتئاب كويسة مش عايزك بعد ما تخسي دايش حلقة الواحدة وكتئاب بتاع الضايت بالزبط مش عايزك بعد ما تخسي تقولي لي لا ده أنا خلاص أشهد أقول لا إله لا الله أشهد أمن محمد رسول الله وتقعد يتفتح في الأكل على الرابع أكيد كلكم عارفين اللي حضرك بتقولوا ده لأن كلنا بنمر بالموضوع ده مظبوط أنا بقول كده دلوقتي ما فيش حاجة كده خالص عندنا في الموضوع هالموضوع مش بس نزول وزن أكيد ونزول الوزن آمن بمعدة أمنة من غير أي أعراض جنبية من غير أي تعارض لي مع أي أدوية أنت بتخدير بنسبة مقبولة شهريا 6 إلى 8 كيلو يعني من 8 إلى 12 سوريا من 8 إلى 12 كيلو شهريا ده فوق الوهاية يعني حتى لو 8 اللي هو أنا قول ده المينمم 8 ده حلو جدا جدا أنا أقول لك أول مع أول 3 كيلو كل جسمك بيتنظم صح تدريجيا كمان يا دفتور لما أنا بلاقي نتيجة في مدة مش طويلة أوي فبتأت دينه بدون حرماء وبأكل كل حاجة بتشرب كل حاجة بدون حرماء بس ليه؟ بنعمل ميكانيكية تانية بنخليك إزاي تقليلي أكلك والداخل يتحرق والأديم يتحرق بالضبط كده لها ميكانيزم معين بالضبط بيشتغل عن طريق الكورسات الكثيرة اللي موجودة 34 كورس نحفظه فاكره فيقدر أنهم أي حد عنده مشكلة في زيادة الوزن أي حد عنده مشكلة يعني كان عنده مرض موزمن يقدر أن هو يتابع مع خبيرة التغزية أو منظومة خبيرة التغزية دعاء سهيل فبالتالي ما فيش حد هيبقى ممنوع من الكورس أو ما ينفعش ياخد الكورس اللي بيرد على أرقام التليفونات اللي بتظهر معي عشان طبعا شفته صفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تقدروا أن انتم تتواصلوا معهم عن طريق أرقام التليفونات أو صفحة الفيسبوك أو لانستجرام أي حاجة تقدروا أن انتم تتواصلوا عن طريق اللي هرقض عليكم ده كثرة أخصيين تغزية مش خدمة عملة ودايما أنا بنوها عن نقطة دي عشان الموضوع مش بيع وخلاص للموضوع دراست حالة كاملة عشان تقدري تخذي أقصى أو تاخد أقصى استفادة في مدة مش كبيرة قوي فمش هتزهقوا يعني هيخصوا إن شاء الله يا دكتور بسرعة إن شاء الله لأ وبدون حرمان بدون حرمان بدون أي أثار جانبية للتخصيص إن شاء الله كل الناس تتواصل يكونوا في أحسن صحة وأحسن حال ونحاول نداوي اللي حصل فينا في العيد من فتة ورؤية والحاجات الكتير دي هنقدر إن شاء الله يعني ينزلوهم في مدة مش طويلة إن شاء الله نورتاني دكتور خالد وإن شاء الله لنا حلقة جاية كتير مع بعض وشكرا لك نورتاني دكتور